ناقش رئيس المجلس السياسي العلا الأخ صالح صماد مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارك لوكوك مجهود الأمم المتحدة في الجانب الإنساني والإغاثي باليمن والأنشطة التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة بصنعاء لمواجهة أثار الكارثة الإنسانية جرى سمرار العدوان السعودي والحصار الجائر منذ أكثر من عامين ونصف واستعرض اللقاء نتائج زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى محافظات الحديدة وحجة وعمران وغيرها من المناطق واطلاعه على الأوضاع الإنسانية فيها ومعاناة المواطنين نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية بالإضافة إلى أضرار العدوان في البنية التحتية واستعرض الصماد تصرفات تعسفية لتحالف العدوان ومرتزقته في السيطرة على المنافذ الحيوية والموانئ وغيرها بالإضافة إلى نقل البنك المركزي إلى عدن والذي أثر بشكل رئيسي على دخل كل فرد من أبناء الشعب اليمني وأشار إلى أن العدوان سدف ميناء الحديدة شريان الوحيد للشعب اليمني وأغلق مطار صنعاء الذي ساهم في إيجاد مأساة إنسانية كارثية جراء عجز كثير من المرضى عن السفر للخارج لعلاج مما أدى إلى وفاة أكثر من 13 ألف حالة